أنا النهاردة معايا أضيف وضيف شاطر كل نادي بيروح فيه بيسير فيه بأسمع دعالوا يستقبل معنا بقى اللاعب الشاطر والموزيع الشاطر اسلام الشاطر أول واحد بلاك إنك هتتدرب مع الفريق الأول الله أرحمه كابتن البول إمتى حسيت إن خلاص بيتلعيب أساسي في منتخب مصر وأنا كابتن جوهري كان بيهيقني إن أنا ألعب مطش خمسة تلاتة ده وإنت في الإسماعيلي قلت لا ده أنا طموحاتي أكتر من نادي الإسماعيلي كمان لا لا محدش يدري أقل المقابل محدش يدري أقل المقابل محدش يدري أقل المقابل نادي الزمالك لكن في نفس الوقت برضو أنا يعني الموضوع ما كانش يفارق معايا أول كلمتني على مدربين كتيرة جدا كابتن محسن كان من المديرين الفانيني الواحد تعلم منهم حاجات كتيرة جدا أول مرة قابلك جوزيه قالك إيه؟ خلي بالك أنا هو صاحب القرار في إن أنا أمشي من نادي الزمالك دفعت الفلوس؟ دفعت الفلوس؟ وطلعت على تركيا بعد كده؟ لا أول بطولة خدتوها وأنت في نادي إسماعيلي خدت كام؟ ولا مالليم أنت ونتي لعب لكده إن أعاد بطقي أول واحد يتكلم معاك والله يا كابتن كان إحساس لا يصدق عارف لما يقولك إيه شفت الكابتن خطيف مضيت؟ هو ده اللي حصل معاك بالزبط أنت إيه أنك دمعت؟ أه شوي أنا ظلمت إسلام الشام وبينيو بينك أنا دايما كان وجهتي الأولى والأخيرة هي النادي الأخير هنا بقى قدي إيه؟ روحي في النلا الحمرة هو ده الكلام المجري السبت الساعة الحادية عشر مساءً على قناة الأهلي الأهلاوي مش عيزبنا ترجمة نانسي قنقر